بحضور الشيخ سلطان برحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام وسعادة العميد سيف الزر الشامسي قائد عامي شرطة الشارقة وقع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة صباح اليوم في مسرح المجاز بالشارقة مذكرة تفاهم لتطوير القطاع الإعلامي وترسيخ سمعة الإمارة عالمياً وأقليمياً من أجل تعزيز أواصر التعاون الإعلامي بينهما وقع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة مذكرة تفاهم بين الطرفين وذلك بهدف تعزيز وتبادل الخبرات والمعلومات الأمنية إلى جانب تثقيف سكان ورواد إمارة الشارقة والحرص على نشر المعلومات بصورة رسمية تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة والإمارة والتواصل مع الجمهور والإعلام بشفافية كاملة حول كافة الأحداث خلال هذه الاتفاقية هناك تعاون كبير بين المكتب وبين شرطة الشارقة بحيث أن نرتقي بالخطاب الإعلامي في إمارة الشارقة ويكون هناك تعاون كبير بيننا نحن من خلال أيضاً هذه الاتفاقية نحاول أن نبرز إمارة الشارقة سواء من ناحية إبرازها عن طريق الشرطة وعن طريق المكتب الإعلامي وهذا كله بحيث أن نضع الإمارة على خارطة الإعلام جاءت مذكرة التفاهم لتوحيد الخطاب الإعلامي الحكومي وتبادل وتدريب الخبرات الإعلامية والكوادر بين الطرفين والاستفادة المتبادلة من الإمكانات الإعلامية لخدمة المجتمع كافة طبعاً نحن في القيادة العام شرطة الشارقة نترجم هذا الشيء من خلال التعاون وتبادل الخبرات ما بينه وبين هذه المؤسسة الإعلامية الرائدة التي هي الأمر الحقيقة يعني إنجازات ما شاء الله عليها في الفترة الأخيرة وبالتالي علينا استفادة من كافة القدرات الموجودة في هذه المؤسسة وترجمناها اليوم من خلال مذكرة التفاهم التي تم ما بين القيادة العام شرطة الشارقة ومكتب الإعلامي لحكومة الشارقة وكان الشيخ سلطان بن أحمد القاسم رئيس مجلس الشارقة الإعلام وسعادة العميد سيف الزر الشامسي قايد عام شرطة الشارقة والوفد المرافق له قاموا بجولة في مسرح المجاز واطلعوا على إنجازات المسرح وأنشطته ومرافقه المتعددة استكمالا لمسيرة النماء والعطاء في إمارة الشارقة والتعاون بين الجهات المختلفة جاء توقيع الاتفاق اليوم بين المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الجهتين لأخبار الدار ولدار من الشارقة ترجمة نانسي قنقر